كابتن معتز يعني كان دايما وكساعة تقول يعني دايما العلاقة اللي بتجمع اللعيبة بالنادي الاهلي هي علاقة الحب علاقة الود علشان كده دايما في بطولات طبعا ما فيش واحد بيتكلم يقول انا اللي نجمي الاوحد او انا اللي بصنع البطولات دايما لما بنتكلم وكان مستر مانويل وطبعا اكيد انت بتوصل الرسالة دي للعيبة نهاردة اللي بفي نجاح ببنجاح من منظومة كاملة داخل قطاع الناشين او كمان موجود في الفريق الاوض. بص يا كابتن المسامة احنا ما عندناش حاجة اسمها انا. لأ احنا كلنا بنرعب تحت المسامة واحد وشعار واحد هو النادي الاهلي. اه مين جاب الجون مين اه ضيع مين. لأ في الاخر مش بيقوله فلان اللي عمل. اه. اه. لأ النادي الاهلي او فريق كزا. هو اللي كسب. هو اللي خد خد البطولة. هو اللي حقق الهدف. لكن ما بنقولش عندنا ده مين وده مين. احنا كلنا وده دايما رسالتي للعيبة اللي احنا دايما ايه مفيش اه لعيب اساسي ولعيب احتياطي. كويس. ما عنديش نجمة في الفرقة. لأ كلها نجوم. انت لو تفكر احنا كتن الفرقة كلها ما شاء الله نجوم. كل واحد باسم. انت كنت اسمه وابو تريكا اسمه وبركات اسمه وعشور اسمه والجمعة اسمه. لكن كلنا النادي الاهلي. كنت بتكساب احسن المطشاط وبنبقى كذبانين مثلا اه مطش كمة او بطولة وبنبقى كل الناس تاني يوم في التمرين. مزبوط. وبنقفل الصفحة وبنركز عشان عندنا حاجات تانية. فهو ده اللي منجح النادي اهلي. في سيستم وفي نظام. وده اللي بيعود على الناشئين.